كانت لسه هابا بتكلمنا في ان انت موجود وحاسس بكل الأجواء وعارف كمان أكيد الفعاليات اللي جاية بس خلينا أقولك بما ان احنا موجودين في أجمل الشواطئ وكنت لسه بتتكلم معايا مقبل الهوى وبقولك فيه تواجد كبير ليه الأجانب فكان فيه ردود فعلي للأجانب معاك قلنا هي ايه بص تعال نشوف بهاق بعد إذنة خليك معنا كده لو تيجي بالكاميرا معلش هات الكامير هنا بص الانت دي جايب معاك اهي دي أحلى الردود فعل للأجانب لايف هي مع حضراتكو أستاذ بهاق زي منا جابالكو دي أحلى حاجة ممكن نخدها بص انت لما هتيجي هنا هتحس قد إيه انت فرحان ومبسوط السياحة دي الأجانب دول انت عمرك ما كنت بتلاقيهم في السحل الشمالي دي جلسة كنت بدردش أنا وانت قبل ما يعني نطلع على الهوى السحل الشمالي عمره مكان توريستيك ديستينيشن عمره مكان وجهة سياحية أو مقصد سياحي للأجانب أو للأوروبيين كان دايما مقصد سياحي لبعض إخواتنا وأهلنا في الخليج العربية وفي الدول العربية وحتى ما كانش بكثرة يعني النهاردة ده جماعة لانتوا شفتو ده جوز ده كدر واحد بس من كم أجانب موجودين هنا بشكل كبير جدا عمر مكان السحل بالنسبة لهم وجهة سياحية يروحوا مثلا شرم الشيخ يروحوا الغرداء انت فجأة خليت الصحرة دي المكان اللي كان صحرة ده بقى وجهة ومقصد سياحي لدول بتجيلك بقى من أوروبا شفت ناس من أوروبا شفت ناس من الفار إيست شفت ناس من كل حتة في الدنيا مية واربعة جنسية جمب مدينة العالمين الجديدة خلال الفترة اللي فاتت والأهم والأحلى ان هم مستمتعين جدا أنا طول ما أنا ماشي عامل زي عارف انت مفاتش الدرايب أقولهم انتو أخباركو ايه انتو جايب من اين طب انتو مبسوطين الناس مبسوطة جدا مبورة جدا اللون الميا ده والحلاوة دي ده ده انت يعني عارف انت الخلفية بتاعة الموبايل انت قاعد في خلفية الموبايل دلوقتي فهم من كتر جمال الميا اللي هم حتى كتير منهم يقولولي ده احلى من المالديفز يمكن ده بيخلينا كابتن ابراهيم كل يوم بنشوف قد ايه رسالة المهرجان بتتحقق على ارض الواقع بجذب كل السياح والعدد الكبير اللي كنت بتقول فيه مية واربعة جنسية بالمناسبة دي احنا كان عندنا زيارة الوزير السياحة وعدد كبير من سفرات دول العربية والاجربية وامبارح طبعا زيارة وزير الثقافة بالاضافة وزير الاستثمار وعدد المستثمرين شفت الزيارات دي ازاي وانت كنت موجود فيها وردود فعل الضيوف اللي كانوا موجودين سواء مستثمرين او حتى اجل بص هاخد لك نقطة نقطة اول حاجة انا بسطت جدا 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 بالكلام مع سيد شريف فتحي وزير السياحة والاثار لان انا غير الجولة الرسمية احنا قعدنا نتكلم معه كتير ببرا الهواء راجل من الناس انا كنت او مرة تشرفه قابله راجل متفتح جدا دماغه مختلفة تماما فكره متطور عنده شكل من اشكال الحداثة في التفكير مختلفة تماما فعجبني جدا طريقة تفكيره وعجبني دماغه وعجبني ازاي هو شايف العالمين وازاي عايز يسوقها فدي حاجة انسايد نوت كده على جنب بعيدة عن الزيارة الرسمية الحاجة التانية فكرة ان وزير السياحي يكون موجود ومعه 13 او 14 من سفراء الممثلين مسئولين لبعض الدول العربية والاجنبية يمشوا هنا يبقوا موجودين على الارض ويشوفوا الحاجات اللي موجودة واللي اتعمل واللي اتبنى انت بتدي انطباع في منتهى التميز عن بلدك وعن اللي بيحصل على الارض بلدك بتفتح افاق للتعاون ما بينك وبين البلد دي لان كل واحد فيهم هيقدر يتكلم مع الملحق التجاري اللي موجود معاه هيقدر يبقى فيه تواصل مع الشركات بره هيبقى عنده معلومات يقدر يقولها للناس اللي موجودة عنده في بلده فيقدر يدر عليك بعد كده نشاط سياحي يدر عليك بعد كده عملة صعبة وبالتالي يفيد الاقتصاد القومي عندنا او يفيد اقتصاد بلدنا الحاجة بقى الاهم حتى مع زيارة الاستاذ احمد فؤاد هنم بارح وزير الثقافة ومن قبليهم دكتوراني المشاط وغيرهم وغيرهم من الوزراء اللي شرفونا وانا وردوا دكتوراني مرسي وغيرهم من الوزراء